الشباب والصبايا الليلي موجودين بالشارع قاطعين الطرقاط عم يحتجوا في ناس عم بتقول انه ولو شو فرقت بين ال 16000 وال 15000 عم بيغمزوا من قناة انه وكأنه هؤلاء الشباب والصبايا اللي على الطرقاطي بيتحركوا على الريموت كوترول يا جماعة بدكن تصدقوا انه نحن شعب صرنا جعان شعب صرنا مفلس شعب صرنا مزلول شعب صرنا عايشين بين الزبالي والنفايات لا كهرباء لا ماء لمصاري لا دواء لا صيدليات لمستشفيات بدكن تصدقوا انه كل هيدا ممكن يخلينا ننزل على الطريق او بدنا نظل عايشين بهاجس المؤامرة و بهاجس انه زعيمنا اله وحزبنا اله وطيفتنا لا تمس ومذهبنا لا يمس الى اي درجة بدنا نظل عايشين بهيدي الكذبة الكبيرة اللي قاعدين نكذبها على حالنا انه زعيمك اللي يخرب البلد و زعيمي اللي بده يخلص البلد ما زال بعدنا عم نفكر بهيدي الطريقة و بهيدي المعادلة طبعا رح نظل نقشع لبنان بالنهار الصومال مع محبتي واحترامي للشعب الصومالي و بالليل لاس فيغاس ليش؟ لانه ازواج و اباء و اخوة و اللي جوعوكن هن اللي عم بيكونوا بلاس فيغاس لبنان الليل و انتو يا معطرين اللي لحقينن يا غنم للأسف بين هلالين انتو اللي عم بتعيشوا مثل ما عم بتعيش شعوب الدول العاشرة و الدول المتخلفة و الدول اللي كلمة قليلة تنقال فيها فيشلي انتو اخترتوا هيدا العيشة انتو اخترتوا تعيشوا هيدا اللبنان بالنهار تهني يعيشوا هيدا اللبنان بالليل و اذا ما نكون مصدقين بقدر اعطيكم اسم كم مطعم و اسم كم مكان و اسم كم منتجع في لبنان فيكن تروحوا بالليل تشوفوا و قدي عم بيندفع حق النينة الويسكي و قدي عم بيندفع حق النينة الشامباني قدي عم بيندفع في طور طولة العشة كيف عم بيكون الرأس و كيف عم بيكون السهر من هؤلاء الاشخاص و حشيتهم و كيف انتو يا معطرين عم بتكونوا مزلولين من عبكرة لعشية على محطات البنزين و قدام الصيدليات و قدام المصارف لا تقدروا جيبوا علبة حليب لا بنكون نحنا ما عم نطلب انه لبنان بالليل يصير النهار متل ما هو بالنهار بالعكس نحنا عم نطلب انه نلفز هذه الطبقة الفاسدي اللي جوعتنا عن سابق تصميم اننا جوانا تنقدر نرجع نعيش لبنان متل ما كان لبنان بالليل و بالنهار